اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعطيكم العافية يا شباب معكم توني ناصر الله في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب learn civil 3d by توني ناصر الله بهذا الفيديو سنتعلم بس كون عنا اكس امال سورفاس بيعطيننا اياها واساسها نطلع من وراها كوغو بوينتس من هاي السورفاس في كزا طريقة اول شي اذا كنت اول مرة باتتبعنا ما تنسى تقبس سبسكرايب لو يوصل لك كل شي جديد على صفحتنا على اليوتيوب طيب شو يعني شو عم بحكي انا اكس امال سورفاس بيجي على انسرت برجي لاند اكس امال وبنقي عندي هاي انا اكس امال سورفاس عندي اياها طيب هايتي سورفاس انا وصلتلي سورفاس عادية ما عندي بوينتس ما عندي بوينتس ما عندي بوينتس بس جيني اكس امال سورفاس ما ادر اعمل انا ما عندي بوينتس ما عندي بوينتس ما عندي بوينتس ما عندي بوينتس بطبيعة الحال بس كنا احنا عنا سورفاس والسورفاس كلنا سوا منعرف انه يتجي من ورا شي خاص بالالي كانت كنتور كانت كنتور او دي ام ما عندي بوينتس ما عندي بوينتس أن هذه السورفاس محمى لـ Elevations نجي على Points Point Creation Tools أول شيء بأننا ننتبه نجي على Point Creation نجي منتأكد أنه أنا Description Prompt from Description بحطها Automatic وبقول له Description by Automatic بحط اللي إياها أجي بأجي على الخينة الرابعة اللي هون وبقول له أنا On Grid في أنا On Grid ما يعني On Grid؟ On Grid يعني أنا بدي أعمل Grid بدي أعمل شبكة على هذه السورفاس وعلى أساسها تطلع منا Points Elevation Points بعضاً بقول له On Grid بجي بقول له أنا Spacing Grid محباً مثلني رح نقيا فيني نقيا برات البوردر طبع السورفاس طبيعي هذي عم يقل له Rotation رح له Rotation فيني أترك له 0 وفيني أنا أوجه Rotation إلى Grid المهم بطريقة قدر أعمله يغطي له السورفاس رح أقل له أنا هيدا Rotation عم يقل لي X Spacing إذا بدك إياها رح أقل له أنا 10 والإقراج إذا بدك إياها رح أقل له أنا 10 وعم يقل لي Upper Right روكيشن بدنا إياه كمان بطريقة أنه أنا عم بعمل Grid عم بعمل شبكة X و Y وأنهم يغطوا لي هذه السورفاس رح أقل له أنا هي هون عم يسألني أنت موافق أو بدك تعديل أنا ملاقى أنه أنا الشبكة اللي عملتها مغطت له هذه السورفاس فقال له أنا ما بدي أعدي رح أقل له فقال له بها الطريقة هو هيك رح ينزل لي Fogo Points على هذه السورفاس وسحب لي منه من السورفاس رح ونزل لي إياه On the spacing 10 متر ب10 متر طيب بيجي أنا هوني على All Point لأشوف ال Elevation Properties بيجي بالله أنا Elevation Only وبشوفهم طيب أوكي خلينا نظغرها شوي لندرنا إشار Elevations أعطاني هو على Grid أعملنا Grid طيب لا نتأكد إذا هي مضبوطة ولا لا كثير سهلي يعني نقص على Surface نجي لهون ال Spot Elevation نقص حية لنقطة طيب مفروض ال Spot Elevation اللي أعطيني هيها تكون هي زيتها مثل Coco Point طالع عندي رح يلونها لحية إذا حابيتوا تطلع فيها ونعملها drag لهذه هذه Surface 371 هي Surface 371 طيب هذه الطريقة نحن عملنا Grid طيب خلينا نفتح Drawing جديد نعمل ونعمل 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 هلأ بدنا نتعلم يا شباب كيف نقدر نسحب ال Points اللي هن عملوه لهذه Surface أرغوني بأول كيس نحن حطينا Grid Points على Surface بيكونوا لهذه Surface طبعاً بس مش هود هن النقط وال Points اللي عملوه لهذه Surface في طريقتين أول طريقة بيأجي أنا بعمل 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 Right Click Surface Property وبيجي لهون بحط أنا Contour and Triangles لبين برجع بفوت على Edit Surface Style بيجي بيجي على Display هون ضويله Points هيك ضوالي Points الموجودين على هيدا Surface بيقبص كليك على هيدا Surface بيجي بإله Extract بيجي أنا بيجي أنا على Point Point Create Tools بيجي لهون بيقول له Convert Autocal Points بعمل لون Selection بيقول له أنا Enter هادي بنا ننتبه نرجع يا شباب عشغلي بس أنه بال Point CREATION TOUR بنا نجي لهون على Description نقل له Automatic نحط له إياها EJ وال Elevation نحطها None بنرجع نعيد نفس الشي بنجي لهون Convert Autocad Points وبنقل له هول اللي أنا Enter لحوه هو شو أعمل هلا اللي عمله هو أنه حوالي هادي Autocad Point لCoco Point ولا نشوف بال All Point إذا ضواينا الضواينا ضواينا الضواينا الضواينا هادي البوينتس اللي هنه جاية منهم هادي هادي طريقة وعننا طريقة رح أمح كل شي عندي طريقة تالتة اللي هي أنا كمان بيجي Insert Land XML Surface هادي هادي عندي طريقة تالتة قدر أسحب النات اللي هي بيجي على Toolbox من Toolbox بيجي لهوني أنا عن Report Manager بعمل Plus بيجي على Surface بيجي على Surface بلو Surface Point to CSV يعني النقاط اللي هنه نعملين لي منا هادي Surface خذ لي يون execute تصحب لي يون على CSV و سوري وبضوي له على Surface بس بلو أنا أوكي هلا بدي يفتح لي Excel sheet في بقلبونه النقاط المعمولة منهم السورفاس بمحي أودي أول أربعة ما بدي يهون بلو أنا دليت وصفها عندي أنا أودي هيك إذا كنتبهوا عندي هوني خانات فاضية يعني بين كل نقطة ونقطع عمل لي خانة فاضية هاو كيفيني أمحية بكبس على هيدا على A كله سوا من فوق لتحت بعمل Control J يعني Go بلو Go Special بلو على Blanks بلو أنا أوكي عمل لي Highlight لكل البلانكس بلو Control 1 يعني Delete بلو entire row محي لي هون كله سوا هيكي صاروا عندي يهوني عندي ملاحظة بس إذا بيجي لهوني أنا بعمل ID إذا بيجي على هيدا الفايل اللي هم نشتغل فيه نحن بعمل ID أنا لأشوف الأكس والو إذا بيقص هون بتنتبهوا الأكس هي مبلش معي بالسبعة بيجي بتطلع هون فإذا هون جي نورس انجستين بعمل Control X لهودي بحطهن هون بعمل Control X لهودي بحطهن هون بعمل Control X لهودي بحطهن هون بحط يعني بيضبط محلة الأكس والواي والواي بحيك صار الفايل CSV and be ready بيجي بعمل فايل save as browse بسمي XM الpoints ون بحطه على الديسكتوب وبسيبه عكي دي بي extension CSV خلصت بسكره بسكر بلا خلينا نجي نحن مصانع دروينج جديد وبعد دروينج جديد كل ما أنا عامله نجي على البروسفكتر points create point بعمل الامبورد لهودي الفايل الCSV الفايل اللي أنا اشتغلت عليه هلا اللي هو xml points بلو أنا اوكي بيجي بنقل الpoint format هو point easting northing z وبتأكد انو الاستينج لازلي محلة والنورسنج محلة والz محلة خطهم بجروب هالي جروب تسميه surface points بلو أنا اوكي بلو أنا اوكي مفروض قل نزل ليه هون لحون نزلو هوت النقط طيب هلا كيف بدنا نتأكد انو فعلا هذي النقط هنه ليه نعملت منهم surface خلينا لنتأكد بيجي insert بجي بنزل نفس surface اللي هي عجزة عمال معيها نزلت معي كل اللي بعمله بضوي contour and triangle بال contour and triangle بجي بتطلع triangle فعلا طبع هذي surface منطلقين اذا بتنتبوها كل triangle منطلقين 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر